دراسة حديثة كشفت أن هناك منطقة على حافة ثقب أسود تبعد مسافة تبلغ نحو عشرة آلاف سنة ضوئية من كوكب الأرض هذه الدراسة أثبتت نظرية العالم الشهير ألبرت أينشتاين بشأن منطقة معروفة باسم منطقة الغرق التي تعرف باسم النسبية العامة الثقب الأسود هو عبارة عن مكان في الفضاء يتركز فيه سحب الجاذبية بشكل مكثف حتى الضوء لا يستطيع الابتعاد عنه أو الخروج منه يعتقد العلماء أن الثقب الأسود يحدث عندما يحتضر أحد النجوم مما يولد جاذبية قوية جدا في نقطة محددة على مر السنين مثلا تبين أن العديد من تنبؤات أينشتاين الأخرى كانت صحيحة من بينها الموجات الثقالية والحد الأقصى للسرعة العالمية